بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قمرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي منأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبسلطانك وبأسمائك التي ملأت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاطى بكل شيء وبنور وجيك الذي عضا له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتكوا العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزلوا النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبسوا الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزلوا البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأنت وزعني شكرا وأنت ليمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال خضعي عن متذلل عن خاشر أن تسامحني أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلبا قهرك وجرأت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمده ولم تنفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي مولاي كم من قبيحان سترتها وكم من فادح من البلاء أقلتها وكم من عثارع وقيتها وكم من مكروه عن دفعتها وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظم بلائي وأفرط بيسوء حالي وقصرت فيه أعمالي وقعدت فيه أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شعواتي وغفلتي وكن الله أم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكماً اتبعت فيه غوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا موترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعتي من رحمتي الله اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعفا بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبر وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أن تكرم من أن تضيع من ربيتا أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمتا وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه عين فرات لعظمتك ساجدها وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار حسعت إلى وطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما كذا الظنب ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاري على أغلها على أن ذلك البلاء ومكروم قليل مكثوم يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاري فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والآن يا سيدي فكيف به وأنا عبدك الضعيف الظليل الحقين المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الغبور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتها أم لطول البلاء ومدتها فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وأبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظري إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخن إليك أصراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا ضاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيده ويتوسل إليك بربوبيتك يا مهلاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلفا من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهبها وأنت تسمع صوتها وترها مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقى القلوبين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيا تما ذلك الظنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من بركة وإحسانك فباليقين أقطعه لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلع ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون إلهي وسيدي فأسالك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت مبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم وكل ذنب أذنبت وكل قبيحان وكل جهلين عملت كتمته أو أعلنته أخفيته وكل سيئت وكل سيئت أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من وراهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظه من كل خير عن أمزلتها أو إحسان عن فضلتها أو برع نشرتها أو رزق بسطها أو ذنبع تغفر أو خطأ تستروا يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيد ناصيتي يا عليم بضري ومسكنتي يا خبير بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسماك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورها وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في قشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنوى المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة أمك وأخصهم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واطف علي بمجدك واحفظني برحمتي واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعايك وضمنت لهمه الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك يا رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوا وذكر شفاء وطاعة غناء ارحم من رأس ماله الرجاء هو سلاحه البكاء يا سعب ظن عام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات بحق محمد وآل الأمجاد إنك سميع مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اهلا تکت